أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل تحقيق مستقبل أفضل لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر جاء ذلك في كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال حفل توقيع إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027 وتعتز مصر بكونها إحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة عام 1945 ولقد أحرزت مصر تقدماً كبيراً خلال الأعوام الماضية بمشاركة شركائها في التنمية في معالجة العديد من التحديات الإنمائية على المستوى القطري وتصدر دعم الأمم المتحدة كونها الشريك الإنمائي الأكثر تنوعاً مقدمة شركاء التنمية زاوي الخبرات المتعددة في كافة القطاعات وعززت مصر تجربتها في مجابهة الفقر وتحسين جودة التعليم والخدمات الصحية وتمكين النساء والشباب واتباع النظم الاقتصادية المبتكرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من الاحتياجات الملحة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري اشتركوا في القناة